السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا انشاء الله تكونوا جميعا بخير وفي الصحة جاهدة نميت كم يوم قابلت دكتور تغذية صديقي فبشكله يعني الانتفاخ في البطن ده والكلام ده مشكلة عالمية قال لي المشكلة في العيش في الخبز فرح بعتلي الايميل ده شايفين كل الايميل ده عشان ايه عشان اعمل خبز صحي في البيت المكونات بتاعته شايفينها فول كورن بروت طبعا 600 جرام فول كورن ميل اللي هو الدي ومعلقة ونص شاي ملح بس كوم ممسوحة ومعلقة تركو نهيفة اللي هي الخميرة الخميرة البيرا اللي هي الناشفة دي وخمسمائة وخمسين ملي مية باردة وبعدين قال لي تحطوهم في الماكن او بتطعكم بايدك يعني وكده وتسيبهم يعني هو بيقول لي سيبهم يوم يعني تسيبهم يوم وتيّجي تاني يوم بتحطوهم في في الفرن فا اتصلت بيقوليا تقول اسبب الجديده 23 ساعة يعني supporter 24 ساعة كتير قام طب يعني انا 550 نحط على الم شوية عشان يبقوا 600 جرام ل الخبز طبعا طبعاً وهنشوف شكل العيش ده هيكون عامل ازاي طبعاً نكمله من 600 عشان ما يزعلش ان هو طبعاً هبعطه الفيديو ده و طبعاً نازم اترجمهوله كله طبعاً المينو. هس هو طبعاً هيفهم. اه ممكن اكتبه. ادي كده 600 جرام دقيق. ماشي. ناخدهم. ننزلهم. هنا ادي 550 ملي متر ولا ملي ايه دي بقى. مية. ننزلهم. قلي كلهم اضعهم على بعض. يارب يكون الفيديو بعين. كده. هنجد الملح. هو قال لي ايه? يعني بلاش ملح كتير. يعني معلقة ونص ما تكونش مليانة قوي. يعني كده. ودي سويسر بقى. شعبه محافظ قوي. وده النص المعلقة ونص كده الملحة. والخميرة هي دي معلقة شاي. مش كل البكت ها? هنشوف. ان شاء الله كده يطلع. هو بيقول لي العيش ده هيعجبك جدا. وانا يعني بحب لما الواحد يديني نصيحة. بحب يعني اعرفها للناس لاني ممكن تقدم اا حد او ترك الناس كتير لان الخبز ده برضو يعني حاجة من اا معلقة زي ده مقال كده. خلاص كده. والباقي ده لسه لسه فيها برضو. موجودة خميرة. فانا الفكرة بتاعتي بقى لانا ايه تمالي? بجيب الماشبك. وبقفلوا بيها كده. فبضمن ان هي هتبقى ممتازة. وبعد كده طبعا ايه يعني ايه? احجي نصي حاجة ده. في المكانة. اهلا لانا او. كده. لازم تبقى خدرة. تحت يبقى لانا كده في اله. بسم الله الرحمن الرحيم. اب قولي حاجة تتكالمي بس اه مو.. قوصد يبولى. ماهيشده؟ برود. اه برود. براووو. ايش. ايش. ميش ده؟ عيش. ايش. 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 ايش ده عيش. ايش. 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 خبز. 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 افهوخ ارابش. انا عربيت. كل السنين دي مش عارف تتكلمي. يلا. ساك اكبر. شبعة الخير. انا سبت العجين. يعني من بارح يعني حوالي 18 ساعة. ساعة وهنطوف ايه اللي هيحصل. طبعا الورقة بتاع الخبز. تنزل بيها عادي جدا. لسه برضو فيه شوية مية يعني حد الوقت قعد 18 ساعة. زي ما انتم شايفين لسه برضو فيه شوية دقيقة. هو قالي برضو هيحصل كده. هنكليل. نفردو. زي ما قال. مستر الدكتور. وبيخش على الفرن على ضربة مية وتمانين. وبعد كده. هو قالي ده كمان ده كويس للتخسيس والناس اللي عندها ديابيتس اللي هي عندها سكر مسلا زيادة سكر واحد او سكر اتنين. ياخدوا القطع منه. ده مفيد جدا لان مشكلة الناس اللي عندها سكر طبعا في الخبز يعني او في العيش يعني ممنوعين. وده يعتبر احسن عيش لمريض السكر. او اللي عاوز يخسس. ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين كده نخش الفرن على حرارة مية وتمانين. هنشوف هياخد عشرين لخمسة وعشرين ديها. ونشوف منظره بعد كده هيبقى عمل ازاي. ودي كانت النتيجة النهائية. منظره كده. يعني اعتبر زي آآ بيتزة كبيرة كده. نشوف لما اتقطعي بقى عمل ازاي. وده الشكل النهائي بعد ما اطلق عمل فرن. بتقطع بالسكينة الزاتي. لازم تكون سكينة مشارشرة دي عشان الخبز او العيش. اوكي? وبعد ما اتقطع كده ممكن تيجيبه في كيس بلاستيك. كده بيكون الشكل النهائي تقديم الخبز كان بيكون هنا كده في السوء السبع اللي حطوه في القفص ده كده وبتقدم بعد اكل. شكرا.